المغربة على العموم لا كورونا ولا شيء وباء لأن في التاريخ ديالهم يعني كشعب يعني دازوا معداد دي الميحان ديال الأوبيئة والدليل هو أنه دابا الآن يعني 31 مليار ياربش سرين تلقيح والحمد لله يعني في حدود يعني شهر لا شهر ونصف سنوصلوا للتمنيع الجماعي ونجاوزوا هاد الجائحة ديالكورونا ولكن الوباء الخطير اللي ما عندوش حل واللي كيمص دم ديال المغربة ضلما وعدوانا وهو ذاك الوباء ديال البرنامان ذلك أنه 1.49 نحن مكندوش للريع اللي في البرنامان ككل كل كرة 1.49 برناماني يعني ما عمرهم حطوا سؤال كتابي نهائيا خلال خمس سنوات نحن الآن على مشاري في الولاية الشريعية غدد ساري وحسب الإحصائيات للإسترات وهو أن يعني 1.49 كما قلنا ما عمرهم حطوا سؤال كتابي علم أن الوظيفة دي النائب البرناماني هي مراقبة للعمل الحكومي عبر واحد جهة آليات أساسية كده الآليات للأسئلة الشفاهية وكده الآليات للأسئلة الكتابية المقايم ديالنا نحن هنا ما تسمحش باش ندخلوا في التفاصيل للأسئلة اللي كانت تحت أصلا من طرف النواب عن العموم للمستشارين والسياقة ديالها والريهانات ديالها والمرامي ديالها إلى آخرين لا احنا كنت تكلم بداية على الأقل لها 49 مع عمرهم حطوا سؤال إطلاقا في خمس سنوات ذلك أن موقع ديال نوابك بواما يعني أصدر واحد تقرير اللي فيه الحصيلة ديال العمال البرناماني فتبين من خلال هذه الحصيلة أن 49 يعني نائب كما قلنا ضلوا نائمين يعني بحل التمساح وبحل الدب مع عمرهم حلوا في فامهم يعني ليراقبوا الحكومة ويعكيسوا انتظارات يعني الناخبين والأمة المغربية في قبة البرنامان وحسب التقرير اللي صدر يعني هاد المنصة الإلكترونية نوابك بواما أشنو من يتلقاوه؟ تلقاو التوزيع دياله 49 حسب الفراق البرناماني التالية تلقاو البي جي دي استاد النواب ضربين بن عساس 6 سنين 5 سنين عفوا مع عمرهم حطوا شي سؤال كتابي إذا علمنا أن العداد ديالنواب ديالبي جي دي ميرو عشرين واحد يعني 4.8 من النواب ديالبي جي دي مع عمرهم تحركوه فات خمس سنين البطام يا حسرة البطام زعمارة في المعارضة والمعارضة في البرنامانات في العالم كتكون أكثر شراسة وأكثر حضورا وأكثر يعني تصيدا لكل الأخطاء والهفاوات ديالحكومة لا هادو 15 نائب ديالبطام ضلوا ناعسين خمس سنين من أصل ميوجوج ديالبطام أي ما يمثل 14.7% التجمع الدستوري عشرين نائب ضل ناعس أي 32.9 من مجموع ديالبطام الاستقلاليون ربعا ديالنواب ضلوا ناعسين أي ما يمثل 9.3 من مجموع ديالبطام الحركة الشعبية واحد ضرب تماطم خمس سنين مع مرضوة من أصل 27 واحد ديالبطام الحركة الشعبية أي ما يمثل 3.7% التحاديين عندهم أيضا واحد خينته وواحد ضرب طماطم خمس سنين مع مرضو تكلم من أصل 20 ديالاتحاديين أي 5% ثم البيبطام جوج أي ما يمثل 16 نائب من مجموع 12 نائب ديال هاد الفارع وكما قلنا قبيلة يعني أن هاد الوظيفة التمتيلية ركيت قاد عليها النائب واحد تعويض واحد الأجر شهري يعني في الخام ديالو كجي 36 ألف دنهم طيب هاد الحال المشرع مني يعطيك هاد 36 ألف دنهم يعطيها لك مقابل باش تنوب على الأمة في عكس انتظاراتها ومشاكلها ومطالبها لتساغى في شكل قوانين وتساغى في شكل يعني تشريعات إلى آخر لكن أسف الشديدة 49 لهفو يعني المال العام بدون أن يحركوا ولا استيلوا ولا يحركوا ولو عضلة من عضلات الألسون ديالهم لمراقبة العمل الحكومي إذا علمنا أن هذه 36 ألف دنهم إذا ضربناها يعني في 49 هاد النائب كانت تعطينا في الشهر نمشاتلين نحن كمغربة 1.764.000 درهم إذا ضربناها في العام كانت تعطينا 21.168.000 درهم أما إذا ضربناها في الولايات الشريعية فتنحصلوا إلى مبلغ 105.5 مليون درهم 840.000 أي 10.5 مليار ونصف المليار ديال السنتين ويجعلنا بأن الوباء ديالكورونا حطينا فيه 30 مليار كمغربة باش نشتروا التلقيح باش نمنعوا أنفسنا والمجتمع المغربي يعني كيف 34 مليون مغربي تنخسروا عليهم 8 ديال الدرهم وتسعوذ وربعين نائب برلماني تنخسروا عليهم جوجل مليون ديال الدرهم بمعنى يعني الفارق حسب إحصاء الليدرنا وهو دي 250.000 مرة يعني مسألة يعني حرام يعني وغير قابلة لا للتصديق ولا للإستيعاب ولا للدفاع عنها طبيعة الحال يعني هذا المبلغ للهفوه ظلما وغيلة هؤلاء 49 نائب يعني عشرة المليار رميج مع الفهم رأتخيلوا معي مثلا لو أن يعني واحد الحاجيات معبر عنها من طرف الشعب المغربي في التعليم ولا في الأغراس ولا في المسابيح إلى آخرين يعني كم من مرفق عمومي كنا قد نجزو بهذه العشرة المليار كنا قد نجزو تقريبا يعني واحد العشرين إعدادية كنا قد نجزو 21 مسبح ونجزوها في المدن المغربية كنا قد نهيق يعني واحد 17 جردة أو منتزاه من حجم المنتزاه دي المردوق في مدينة الداربيدة أو كنا نشري 8820 عمود كهربائي لإنارة الإحياء والشوارع والساحات العمومية في أكثر من 50 مدينة مغربية صغيرة من حجم دي البنحمد أو الحجم دي البير جديد أو الحجم دي البير طمطم يعني هذا الإجرام هذا الإجرام كيف أقول دائما نكررها يعني لا نؤمن بأننا سيأتي ضد الدخل بالعامة أو سيأتي مجهزة الجدو أو ستدخل الأجهزة الوصية التي يرد الأمور إلى النصاب لا لا المدخل الوحيد لمصالحة المغربة مع البرلمان ومصالحة المغربة مع العملية الانتخابية ونحن مقبلون على اقتراع يعني في ستنبير أو في أكتوبر المقبلين يعني المدخل الوحيد هو أن زعماء هذه الأحزاب اللي كنتميوا ليهم هات 49 نائب تمسح يجيوا للتلفزة ويعنوا أمرأي العام المغربي كل حزب كل زعيم حزب فيما يخصه ويقول كودي أعتذروا من الشعب المغربي هاللائحة لهذه الأسماء اللي كلاو يعني فلوس الشعب ظلما وعدوانا ونحن كحزب كانت عهدو بشرة شعور الخزينة العامة على الأقل غد يكون هات السلوك درس لكل من يفكير في أنه يترشح في الانتخابات القادمة بش يعرف بأن الرأي العام المغربي راه يعني بعد الله سبحانه وتعالى ركي الحساب للشعب الشعب المغربي